وإلى ملف الأزمة الأوكرانية حيث أعلن الكريملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على المفاوضات بشأن تسوية محتملة في أوكرانيا إلا أن رفض الولايات المتحدة الاعتراف بالأراضي التي ضمتها روسيا من أوكرانيا يعيق التوصل لتسوية محتملة وفي تصريحات له قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوفين الرئيس روسيا للتحادية كان دائما ولا يزال منفتحا على إجراء مفاوضات من أجل ضمان المصالح الروسية وعكد بيسكوفين الوسائل الدبلوماسية السلمية هي أفضل طريقة لتحقيق المصالح الروسية وعن بوتين كان ولا يزال منفتحا على إجراء اتصالات ودخول في مفاوضات أعلنت الرئاسة الروسية الكريملين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا مع المستشار الألماني أولف شولتس لمناقشة الأزمة الأوكرانية وقال الكريملين أن بوتين حتى شولتس على إعادة النظر في طريقة تعامل ألمانيا مع الأزمة مشيرا إلى أن الدعم السياسي والمالي لكييف سيؤدي إلى رفضها للتفاوض وأكد بوتين المستشار الألماني أن الهجوم على خطوط أنابيب نوردستريم يستدعي تحقيقا شفافا بمشاركة روسية كما أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أن الرئيس جو بايدن يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا ولا يرغب في اندلاع حرب عالمية ثالثة وأضف بلينكين خلال تصريحات تلفزيونية أن واشنطن تواصل النقاشات مع موسكو خشية استخدامها الأسلحة النووية الأمر الذي اعتبره كارثة بحسب تعبيره قلت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين أن انتصار روسيا على أوكرانيا من شأنه أن يشجع على عتداءات أخرى وفي كلمة لها قبيل ختام زيارتها إلى أستراليا أكدت مارين على أهمية تجديد العقوبات ضد روسيا مشيرة إلى أن فوز موسكو بما أسمته مجازفاتها الرهيبة سيغل الآخرين بنفس الأجندة السوداء وقالت إذن اتفاقية التجارة الحرة التي يجرى الانتهاء منها بين الاتحاد الأوروبي والتي تضم فنلندا وأستراليا هي فرصة لتطوير سلاسل التوريد المارينة أعتقد أن الصين يمكن أن تلعب دورا مهما لوقف الحرب إذا أرادت ذلك الأمر متروك للصين بشأن كيفية التصرف ولكن لا ينبغي لنا الاعتماد فقط على ذلك بشأن الصين أو أي دولة أخرى يجب أن نتأكد من أننا أقوى والآن يجب أن أكون صادقة جدا معكم فأوروبا ليست قوية بما يكفي في الوقت الحالي سنكون في مأزق بدون مشاركة الولايات المتحدة في الحرب في أوكرانيا أعطت الولايات المتحدة الكثير من الأسلحة والكثير من المساعدات المالية والإنسانية لأوكرانيا وأوروبا ليست قوية بما يكفي حتى الآن وعلينا تأكد من أننا نبني هذه القدرات عندما يتعلق الأمر بالدفاع الأوروبي أعلن رئيس الأوكراني بلودامير زيلانسكي أن بلاده ستحد من أنشطة المنظمات الدينية التابعة لروسيا على أراضيها وستعيد النظر في وضع الكنيسة الأرثوذكتية التابعة لبطرقية موسكو وفي تسجيل مصور قال زيلانسكي أن مجلس الأمن القومي والدفاع كلف الحكومة أن تقترح على البرلمان الأوكراني مشروع قانون يجعل من المستحيل أن تمارس المنظمات الدينية التابعة لمركز النفوذ في روسيا أنشطة في أوكرانيا وأضف أنه سيكون على الدولة الأوكرانية التأكد من جهات الخبرة الدينية من وضع الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية بشأن وجود صلة قانونية مع بطرقية موسكو وإذا لازم الأمر اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب القانون اختبرت القوات الجوية الروسية منظومة دفاعية جديدة مضادة للصواريخ والأهداف الجوية في حقل اختباري بكازاخستان وفي الوقت نفسه قال فيه المستشار الرئاسي الأوكراني مخيلو بودولاك إن كييف فقدت ما يتروح بين 10 ألاف و13 ألف جندي حتى الآن منذ بدء العمليات تطورات ميدانية متسارعة تشهدها أوكرانيا على وقع العملية العسكرية الروسية المتواصلة منذ أكثر من 9 أشهر حتى الآن وفي الوقت الذي واصل فيه الجيش الروسي السيطرة على عدد من المدن والبلدات الأوكرانية تتمسك كييف في المقاومة على أمل استعادة المناطق التي وقعت تحت السيطرة الروسية وتسارعت وطيرة الأحداث مع تكثيف الجانب الروسي القصفة عبر ضفة النهر دينيبرو المقابلة لمدينة خرسون مما أدى إلى انقطاع الطيار الكهربائي مجددا عن المدينة ومنذ تخلي روسيا عن خرسون الشهر الماضي وانسحابها من هناك أصبح النهر يشكل الآن الجزء الجنوبي الكامل للجبهة وبحسب الجيش الأوكراني فإن روسيا سحبت بعض قواتها من بلدات تقع على ضفة دينيبرو هذا وسيطر الجيش الروسي على عدة بلدات شمال مقاطعة دونيسك فيما تخوض قوات روسية معارك جنوب مدينة باخموت وتطوق المدينة ويخوض الجيش الروسي حاليا معارك شمال غرب دونيسك كما صد الجيش الروسي هجوما جنوب مقاطعة دونيسك وهجمات أوكرانية في محور لوهانسك روسيا أعلنت أيضا عبر وزارة الدفاع إجراء اختبار لصاروخ جديد بميدان اختبار في كازاخستان ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل أخرى عدا أن الاختبار كان ناجحا في سياق آخر أعلنت أوكرانيا على لسان المستشار الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولاك أن كييف فقدت ما يتراوح بين عشرة آلاف إلى ثلاثة عشر ألف جندي حتى الآن منذ بدء العمليات العسكرية بينما أعلن الرئيس الأوكراني غولوديمير زيلينسكي أن بلاده ستحد من أنشطة المنظمات الدينية التابعة لروسيا على أراضيها وستعيد النظر في أوضاع الكثير منها مشيرا إلى أن مجلس الأمن القومي والدفاع كلف الحكومة أن تقترح على البرلمان الأوكراني مشروع قانون يجعل من المستحيل أن تمارس المنظمات الدينية التابعة لمراكز النفوذ في روسيا أنشطة في أوكرانيا قالت صحيفة واشنطن بوست أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون تدرس توسيع برنامج تطريب القوات الأوكرانية ليشمل مئات وألاف العسكريين الذين سيتم تعليمهم كيفية تنفيذ حملات معقدة في قاعدة في ألمانيا وأضفت الصحيفة أن وزير الدفاع الأمريكي لعيد أوستن يسعى بالتنسيق مع مسؤولين كبار آخرين في البنتاجون لتنفيذ خطة لتوسيع تدريب الجيش الأوكراني وبحسب معلومات الصحيفة فإن الخطة تتضمن تدريب الجيش الأوكراني ليتمكن من تنفيذ حملات تتطلب مهارات عالية ضد الجيش الروسي اشتركوا في القناة وفقت الإدارة الأمريكية على بيع الصواريق ستينجر المحمولة المضادة للطائرات إلى فنلندا وذلك بقيمة 380 مليون دولار وترغب الحكومة الفنلندية في الحصول على 350 صاروخا من تراز ستينجر لتحسين قدرات الدفاع والردع الفنلندية كانت واشنطن قد وافقت يوم الاثنين على بيع أكثر من 80 صاروخا دقيقا لفنلندا بمبلغ 323 مليون دولار بحث الرئيسان الروسي والبيلا الروسي بلاديمير بوتين والإكساندر لوكاشينكو الأجندة الدولية والوضع الحالي وتنصيق الأعمال المشتركة بين البلدين جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الرئيسين الذين ناقش قضايا التعاون الثنائي بما في ذلك إحلال الواردات وتنفيذ برامج دولة الاتحاد بالإضافة إلى بحث جدول أعمال القمة المقبلة لتحاد الاقتصادي الأوراسي في قرغستان وحدد رئيس روسيا ونظيره البيلا الروسي جدولا زمنيا لمزيد من الاتصالات واتفق على عقد اجتماع في ديسمبر الحالي لمناقشة القضايا العملية المتعلقة ببناء دولة الاتحاد والمسائل الاقتصادية